أرحب بضيفي سيد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق أهلا بك سيد المستشار وسعيدين بأن تكون معنا لو قبل أن أدخل معك بكثير من الأسئلة لا أعرف إن كنت تسمع فإن مراسلتنا كانت للتو تقول بأن هناك نفي من قبل فريق ترامب بأنه سوف يكون هناك أي انسحاب من الناتو إذا طبعا ما كان سيد ترامب عاد ليكون رئيسا أنت توقعت العكس وقلت أن ترامب سوف ينزح من ناتو في حال كان رئيس ما رأيك الآن؟ لا أعتقد أن الموقف اختلف هو يقول أشياء مختلفة في أوقات مختلفة لا أعتقد أن أي حد في فريقه يعرف ما هي النواياه بالنسبة إلى الناتو ولكن يمكنني أن أخبركم أنه في عام 2018 قال أنه سينسحب بملء الفم من الناتو وهو قادر على القيام بذلك مرة أخرى طيب هل تعتقد بأن لديه اليوم أي معطيات جديدة سيد بولتن بأن يبقى مع الناتو بمعنى أن اليوم كلما تسأل هذا السؤال لفريقي ترامب يقولون لك أن ترامب قال لهم ادفعوا حتى نبقى معا في تحت مظلة واحدة وهو هم يدفعون هل تعتقد بأنه فعلا هذا هو السبب الأساسي الذي كان ترامب يهدد بانسحاب من الناتو أم هناك أسباب خفية تراها وراء هذا التهديد بالانسحاب حقيقة المشكلة الأساسية هنا هو أن ترامب لا يفهم طبيعة مظلة وحلف الدفاع الجماعي سواء المتعدد الأطراف أو ثنائي الأطراف يعتقد أن الولايات المتحدة تقدم خدمات الدفاع على أساس تعاقدي إلى مجموعة من الدول الأوروبية غير الممتنة التي لا تدفع لقاءها ولكن أيضا كان له انتقادات أخرى أنه لم يعجبه مثلا اتفاقيات التجارة الأوروبية مع الولايات المتحدة وشراء الاتحاد الأوروبي للغاز بالنابيب النورد ستريم من روسيا وكل هذه كانت حجج استخدمها لانتقاد الناتو ولتبرير الانسحاب المحتمل ليس لتعزيز الناتو لأنه لا يؤمن حقيقة أن تحالف الدفاع المشترك مثل الناتو يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا يعتقد أننا نفعل ذلك لصالح الأوروبيين وأنه لا يفيدنا إذن المشكلة في قناعته الأساسية بالناتو طيب سيد بولتون أيضا من الأشياء التي وردت الآن في هذه الإحاطة بأنهم يقولون نحن سنصنع السلام عن طريق القوة وجاء هذا المثال عندما ترامب اتصل بأردوغان وقال له سأدمر لك اقتصادك إن لم تفعل كذا يعني في طلب معين هل تعتقد فعلا أنت كنت جزء من هذه المرحلة وكنت جزء من هذه الإدارة هل تعتقد بأنه فعلا اليوم هذه الصيغة ناجحة نصنع السلام عن طريق القوة عن طريق التهديد عن طريق لايز دراع أو عن طريق حتى التحفيز الإيجابي التي يتبعها ترامب السلام من خلال القوة هو الشعار الذي استخدمه رونالد ريغان لإنهاء الحرب الباردة والمفهوم الذي يستند إليه هذا الشعار هو أنه من خلال إظهار القوة الأمريكية تردع أعداءنا من اتخاذ أي إجراءات ضدنا بغض النظر عن المصالح التي يريدون تحقيقها من العمل العسكري ستكون ثمنها أكثر ضاهظا من أي مسعى يحققونه هذا لا يقتصر فقط على العقوبات أو التهديدات كما هو الحال بالنسبة إلى تركيا ترامب لا يفهم أنه بشكل مفاهيمي يدرك كيف يهدد الناس يفعله طوال الوقت ولكن الانطباع العام للقادة وزعماء العالم في معظم الحالات يكون تهديدا واهيا وهناك أدلة كافية على ذلك من الولاية الأولى لترامب وأصبحوا لا يصدقونه على الإطلاق هل تعتقد أن هذا الأمر أيضا يسير على إيران أنت لديك الكثير من التعليقات في الفترة الأخيرة تتحدث عن كيف سيكون العلاقة مع إيران حتى أنك قلت بأنه يجب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية واضحة مباشرة جدا وتقول لإيران عليكم تغيير نظام الملالي أو نظام الموجود الآن في إيران كيف تتوقع يتعامل ترامب مع إيران؟ هل السلام بشكل أو بآخر من خلال القوة كما يفهمه ترامب؟ هو نفس ما تتحدث عنه؟ لا نعرف حقيقة لأنه في الوقت الحالي ترامب نفسه لا يعرف وربما لن يعرف حتى نهاية إدارته فقد أخبر الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار أنجيلا ميركل في عام 2018 قبل أسابيع من انسحابه من الاتفاق النووي أنه كان مستعد تماما للتفاوض بشأن اتفاق أكبر مع إيران ليس فقط بالنسبة إلى الأسلحة النووية وإنما الصواريخ الباليستية ودعم إيران للإرهاب الإيرانيون أيضا قد يقرروا بأن ترامب الذي كان ينوي الجلوس مع الرئيس الكوري الشمالي ربما أيضا يحصل على مفاوضات ولكن مع ترامب لن تعرف الإجابة حتى يقرر في آخر لحظة هكذا هو سيد بولتون عندما تقول لا يعرف يعني تقولها بطريقة حقيقة هي مقلقة ومخيفة يعني هو لا يعرف شخصيا لا يستمع لمن يعرفون يغير قراراته أم يأخذ قراراته على أسباب أنت برأيك غير صحيحة غير مستدامة شرح لي أكثر عندما تقول لا يعرف ماذا تعني؟ أعطيت شرحا وافيا لذلك ترامب يعتقد أن العلاقات الدولية تعتمد كليا على العلاقات الشخصية بين رؤساء وزعماء الدول فإذا ترامب مثلا لديه علاقة شخصية طيبة مع فلاديمير بوتين سيعتقد أن العلاقات الروسية الأمريكية جيدة العلاقات الشخصية بالتأكيد مهمة لا شك في ذلك ولكن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها بوتين أو رئيس الكوري الشمالي أو الرئيس الإيراني وبالتالي إيران ينظر إلى هذا الموضوع بشكل غير مكتمل وغير كافي والسبب أيضا ترحب به تلك الدول بالولايات الثانية لترامب لأنهم يعتقدون أنه هدفا سهلا يمكن أن يستخدموا التملق معهم لينجزوا أشياء في مصلحتهم وليست في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية سيد بولتون ولكن أنت تعرف كيف يدافعون عن هذه الفكرة بمعنى أنهم ضد هذا المنطلق الذي يعني أنت جزء منه جزء من منظومته ومؤسسته بأنهم الإدارة الجديدة إدارة ترامب إن كانت إدارة في البيت الأبيض تقول نحن ضد تغيير الأنظمة ويسندون إلى تجارب فاشلة من الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير الأنظمة حطمت هذه البلدان دفعت الولايات المتحدة الأمريكية ثمنها غاليا دما وأموالا وغيرها وبالنتيجة كانت فاشلة كان أفغانستان ولا العراق ولا سوريا ولا غيرها فاليوم كيف يمكن أن ترد على هذا الانتقاد أو من يريد أن يجرب طريقة ترامب الجديدة في التعامل مع الخارجية ومع الدول الخارجية طريقة ترامب في التعامل مع الشؤون الخارجية في أفغانستان كانت عقد صفقة مع طالبان والتي حينها نفذها الرئيس بايدن والتي أنتجت تولي طالبان للسيطرة على البلاد ورفض كل الالتزامات والتفاهمات التي تمت وفقا للاتفاق وحقيقة فعلوا ما أردوا أن يفعلوه بما في ذلك إعادة المقاتلين الإرهابيين إلى البلاد إذن سياسة ترامب الخارجية كانت تعتمد على الانسحاب من أفغانستان وكان خطأا كارثيا بالتأكيد حقيقة أن تصفية القادة هنا كان أدى إلى الكثير من الأخطاء حتى بعد إسقاط النظام ولكن هذه الأخطاء لا يجب أن يتم إعادة ارتكابها وفي حالة إيران لا أتخيل أن قد يكون هناك نظام أسوأ من الحالي أعتقد أن قوات المعارضة والكثير منهم يريدون انتخابات نزيهة وحكومة مسؤولة تجاه الشعب وهذا سيكون في أفضل مصلحة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة تذكروا ترامب ليس لديه فلسفة خاصة به ليس لديه فلسفة عامة يعمل وفقا لها ولا يعمل على السياسات يفكر بشكل أساسي من منطلق ما ينفع دونالد ترامب نفسه كل الشكر لك هذا سيد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق حدثنا من واشنطن كل الشكر لك ترجمة نانسي قنقر